عجبني يا اوي كابتن محمود الخطيب في جملة قالها حلوة اوي قالك احنا النادي الاهل النادي الاهل انجازات انجازات الانجازات دي بقت خلاص بقت تاريخ الانجازات بقت تاريخ خلاص فاتت الانجازات دي اتعاملت لكن احنا بنسعى بنسعى دايماً لكتاب التاريخ جديد خلاص الانجازات دي خلاص قفلنا عليها كان قال قبل كده برضو احنا بنكسب بطولة بنتفي اللامبة بتاعت البطولة ونفتح لامبة جديدة بعدها على طول ده فيه ناس بتاخد بطولة تفضل مولاة على اللامبة دي ومنورى اللامبة دي لحد اللامبة ما تفارق وهم ما خدوش بطولة تانية فعشان كده النادي الاهلي في حتة تانية النادي الاهلي في حتة تانية خالص والنادي الاهلي عمره ما بيتكلم على حد ولا بيبص على حد النادي الاهلي معنا طبعاً كابتن محمود الخطيب وفي اجتماعه مع اللعيبة برغم انه بيمر بظروف صحية صعبة شوية ولكن ده كان قبل السفر حتى لمازنبي وكابتن محمود دايماً متواجد وبنتفاعل دايماً انه هو بيكون موجود في المناسبات دي وربنا يسهل ويقدر ان شاء الله بإذن الله يسافر مع الفرقة النهاية الافريقي بإذن الله رب العالمين في تونس اللي بتكرم عليه أن النادي الاهلي ما لوش دعوا بحد النادي الاهلي عارف سكته عارف طريقه عشان كده تلاقي النادي الاهلي في حتة والباقي كلهم في حتة ما احترامي للباقي ما احترامي لباقية الأندية لما تيче تتكلم بالأرقام لا ما فيش منافسة لما نيجي نتكلم بالأرقام ما فيش منافسة إنما في أول وثاني الأول احنا عارفينه والتاني برضو عارفين فدايما النادي الاهلي سكته عارفها هو ماشي في سكته خد بطولة خلاص وخد بطولة ايه ده احنا كنا بناخد البطولة الماتش يخلص الساعة ستة سبعة سبعة ونوص يقول لك خلاص ما دفع احنا عندنا ماتش كمان ثلاثة ايام زي ماتش النهاردة ده زي ماتش النهاردة بمناسبة ماتش النهاردة لو بسيتوا حضراتكم ما دي ضريبة النادي الاهلي لازم يتفعها لازم يتفعها احنا النهاردة يوم واحد مايو يوم حداشر مايو يعني عشر تيام حنلعب في العشر تيام دول اربع ماتشات اربع ماتشات ويقول لك هو النادي الاهلي بتأجله ليه اقول لك النادي الاهلي بتأجله قلته بلكده مرة واثنين وثلاثة لانه مشارك في بطولة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة المنافس ما كانش مشارك فيهم ويقول لك ده النادي الاهلي تأجله والنادي الاهلي نادي الأهلي المنافس ليه نادي الزمالك لعب أكتر من نادي الأهلي ما تشين والنادي الأهلي لعب فاربع بطولات ما كانش متواجد فيها نادي الزمالك ويقولك النادي الأهلي بتأجله بتأجله طب بتفضل الضغط اللي عن نادي الأهلي عشر تيام تلعب أربع ما تشين عشر تيام تلعب أربع ما تشين لقوا إيه وعندك بعدها نهاية إفريقية عندك نهاية إفريقية منهم سفر لتونس فأنت بتتكلم عن إيه أنت بتتكلم عن إيه أنت بتتكلم عن نادي الأهلي نادي يعني عاملك فخر واعتزاز كبير قوي 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 بر بلدك على المستوات الإفريقية والدولية وكمان صعب أرقام وإنجازات مش بيروح كده ويخسر البطولة ويمشي ولا يخسر ماتش ويمشي ولا ياخد بطولة ويعود عليها نايم عشر سنين لا لا مش ده النادي الأهلي عشان كده بقول لحضراتكم لا النادي الأهلي ليه هدف معين وعلى فكرة أهداف النادي الأهلي لما نجي نتكلم عن أهداف النادي الأهلي من ضمن الأهداف البطولة ولكن المحافظة في نفس الوقت على القيم والمبادئ والسوابط اللي وضعوها عظماء النادي الأهلي في مختلف السنين لما بنتكلم عن النادي الأهلي فعشان كده مش هارد على الصغار اللي بيتكلمه على النادي الأهلي بس لازم تعرفهم حجمهم فين لازم تعرفهم حجمهم قد إيه حجمهم قد إيه هو بيتكلم على النادي الأهلي عشان يتشاف بس إنما هو مقتنع بينه وبين نفسه داخلياً لا إن النادي الأهلي ده في حتة تانية خالص في حتة تانية خالص ده أقرب فريق للنادي الأهلي عايز له خمسين سنة عشان يوصل لإنجازات النادي الأهلي يعني خلي الصغارين يتكلموا مش هنرد عليهم بس لازم نوريهم عظمة النادي الأهلي اللي هم عارفينهم كويس قوي 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 وعظمة جمهور النادي الأهلي اللي شفناه الماتشي نفسي المنظر ده يبقى في ماتشات الدوري نفسي يعني العوائق كلها تروح ويبقى المنظر المتواجد ده جماهير النادي الأهلي العظيمة زي الماتشي اللي فات ماتشي مازنبي أتمنى أشوف الكلام ده في مباركة الدوري حتى حتى وإن كانت الساعة المقررة حتى الآن عشر تلاف متفاري بصوا الحلاوة وبصوا عظمة جماهير النادي الأهلي بصوا عظمة جماهير النادي الأهلي لأ وبعدين ده الاستاذ كله كان محمر بصوا الأحمر بصوا الزي كأنه زي موحد كأنه زي موحد جمهور الأهلي يعني بتتكلم على إيه بتتكلم على سبعين تمانين في المائة من غالبية الشعب بيشجعوا النادي الأهلي بص عظمة جمهور النادي الأهلي بص جمهور النادي الأهلي اللي بيصنع الفرق كل ماتش وكل بطولة مع لعيبة النادي الأهلي على مدار السنين هو ده جمهور النادي الأهلي العظيم وإحنا بنقولش العظيم كده من فراغ أديكوا شايفين عظمة جمهور النادي الأهلي وعلى فكرة الكلام ده من زمان قوي الكلام ده من زمان قوي حتى والفرقة مش في أفضل حالتها بتلاقي جمهور النادي الأهلي هو اللعيب رقم واحد هو صاحب الإنجازات هو صاحب الوطولات هو اللي بيوقفنا على رجلنا هو لو النادي الأهلي زي أي فريق وبتحصل له كابوة ده احنا بنشوف فرق بيحصل لها كابوات عشر سنين يقول لك معلش أصل هو مش عارف عندهم مشاكل أصل مش عارف القد ماله أصل مش لقين قلم يجيبه حد جديد يقيدوه أصل والنادي الأهلي ما بيتكلمش ظروف تبقى صعبة جدا 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 في بطولات كتير خلينا في السنادي خلينا في السنادي كم بطولة اشترك فيها النادي الأهلي من بداية الموسم بدأنا ببطولة بدأنا بماتش بطولة كاس السوبر الافريقي مع التحادر عاصمة وبعدين الدوري الافريقي وبعدين كاس العالم الأندية وبعدين كاس السوبر في الإمارات اللي ما كانش المنافس داخل فيه تكلم عن إيه بتتكلم عن إيه ولا إيه بتتكلم عن سكة صعبة جدا 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 للنادي الأهلي ومع ذلك ومع ذلك مطالب النادي الأهلي في كل بطولة لأن دي ضريبة إن هو يجيبها يعني جماهيره لا إحنا داخلين بطولة جديدة خلاص إحنا نسينا اللي فات زي ما قال الكابتن محمود الخطير إحنا خلاص بنتفي بنتفي لامبة عشان تولع لامبة جديدة بحصولك على بطولة جديدة خلاص التاريخ أو اللي حصل الإنجازات اللي حصلت دي بقت جزء من الماضي بقت تاريخ إحنا بنسعى لكتاب التاريخ جديد هو ده شعر النادي الأهلي دايما ودايما البطولات بتبحث عن النادي الأهلي دايما البطولات بتبحث عن النادي الأهلي طبعا يعني مش عايزة أقول إن شرف شرف لنا الانتماء للنادي الأهلي وشرف لنا كجماهير إن إحنا بنشجع النادي الأهلي وشرف لنا كمنتمين للنادي الأهلي وكنا لعيبة في وقت من الوقت في النادي الاهلي ان احنا عندنا الجمهور العظيم ده تعالوا نروح لمراسل قناة الاهلي الزميل محمد توفيق يطمننا على